تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة الجمعة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيفي سبورت الأكثر تنوان من حيث أشكال وأفكار المحتوى دائما عندي كثير طلبات للقصص عندي ديستة طويلة جدا من قصص رح أعملها من قصص الجمعة بس في قصة يا أخي لاحظت أن الجماهير تتعامل محف شكل شوي فيه خصوصية كثير بتجييني مسيجات واتساب إيميلات احكينا عن قصة الاتحاد الحلبي عام 2010 بالنسبة إلي قبل ما أبلش أبحث بالقصة كانت هي مجرد أنه فريق فاز بكأس الاتحاد العسل لكن لما دخلت بالتفاصيل أكثر ربما فهمت ليش هذه القصة خاصة جدا عند جماهير الاتحاد وعند الجماهير السورية بشكل عام باختصار هو اللقب القرر الوحيد في تاريخ نادي عالي الشعبية في حلب السورية هو آخر لقب لنادي سوري قبل الأزمة السياسية اللي مرت فيها البلاد واللي بنتمنى تتعافى منها 100% بأسرع وقت ممكن قصة فيها مفارقات غريبة بأوقات صعبة قصة بتخليك تفهم لما تستردها ليش شعر جماهير الاتحاد؟ إنه هذه القصة لازم تكون معنا قصة الجمعة في سنة 2004 قرر الاتحاد الآسيا ويعمل بطولتين دوري أبطال آسيا اللي كلنا منعرفه وبطولة كان اسمها كأس الاتحاد الآسيا ومنذ إقامتها وكأس الاتحاد الآسيا وفي بداياتها كان مسيطر عليها عربيا تماما وفي موسم 2008-2009 الاتحاد احتل المركز الثاني في الدوري السوري في حين الكرامي كان بطل الدوري والجيش كان المركز الثالث الكرامي رح يحاول يلعب بدوري أبطال آسيا خرج من التصفيات المؤهلة فرح يلعب أيضا في كأس الاتحاد الآسوي فصار عندنا ثلاث أندي سورية في تلك البطولة كانت أول مشاركة للاتحاد في كأس الاتحاد الآسوي وكانت مشاركة مباركة مختومة باللقب بيبدأ الموسم مع مدرب برتغالي اسمه جوسيرا شاو ولاعب كاميروني اسمه أوتوبوني ومعان هداف السوري عبد الفتاح الآغة للعلم كأس الاتحاد الآسوي وقتها كان أقوى من النسخة الحالية كان دائما في أندي أقوى في اهتمام أكبر من المشاركين فيها غرب آسيا بتكون من خمس مجموعات الاتحاد بيوقع في مجموعة فيها القدسية الكويتية النجم اللبناني وبنغال الهندي المباراة الأولى مع إيست بنغال الاتحاد بفوز أربعة واحد في سوريا وفي الجولة اللي بعدها استضاف القادسية وتعادل معها سلبيا ثم واجه النجم اللبناني في سوريا أيضا وهناك فاز الاتحاد أربعة اثنين وذلك الفوز بتلك النتيجة كان مهم جدا لأن وقتها كانت الحسبة بفارق الأهداف الاتحاد في الإياب نجع حزم الفريق الهندي لكنه خسر مع النجم بهدف مقابل لا شيء وسقط مع القادسية بثلاثية نظيفة في الكويت تساوى هيك الاتحاد مع النجمة بالنقاط في المركز الثاني بعد القادسية المتصدر لكن فرق الأهداف كان لصالح النجمة زائد أربع أهداف الثلاثية تاعت القادسية خلت الفارق لصالحهم الاتحاد كائن زائد اثنين لكن بفضل تطبيق المواجهات المباشرة الاتحاد صعد لدور الستة عشر دور الستة عشر كان من مباراة واحدة ما فيش لهاب وإياب والاتحاد بيضطر يلعب مع فريق الكويت في ملعب الكويت في أرضه بين جماهيره وبواجهه في مباراة واحدة اتقدم الفريق الكويتي بعد تسعة وعشرين دقيقة لكن الاتحاد اتعادل في الدقيقة أربع وسبعين عن طريق مجد حمصي وهناك أصبحت المباراة رايحة لركلات الترجيح وفاز الاتحاد وتأهل لدور الثمانية لكن بعد دور الستة عشر صار شيء غريب شيء مفاجئ بيخلي هذه البطولة خاصة جدا تقريبا نص الفريق تغير أوتوبونغ بيرحل عن الاتحاد السوري وبروح على الاتحاد السكندري عبد الفتاح آغا بروح على وادي دجلة والمدرب راشاو بيقرر الرحيل أيضا فيتم القرار العاجل الاستعانة بالمدرب الروماني الشهير جدا واللي هو حاليا مدرب منتخب سوريا فاليريو فيتا هذا المدرب أصلا كان مدرب الاتحاد ما بين 2007-2008 فهم يجالوا نجيب واحد بيعرفه لو بنعرفه لأنه إحنا صرنا في نص البطولة قرار مباشر كاميروني بكاميروني جود كونجنيوي بيجي بعوض أوتوبونغ وبتم التعاقد مع محمد الحسن من فريق الحرية السوري وتصعيد لاعب شاب اتذكروا عمره 18 سنة اسمه رضوان قلعجي دور الثمانية بيفرض على الاتحاد مواجهة فريق كويتي آخر هذه المرة بواجه كادمة في سوريا بفوز الاتحاد 3-2 في مباراة معقدة متقلب اتلقى فيها الاتحاد هدف بالثواني الأخيرة هذا الهدف كاد يخليه في موقف محرج لأنه لو خسر بهدف نظيف بالإياب رح يخرج لكنه بالإياب فاز هو بهدف نظيف عبر ركل الجزاء وتأهل لنصف النهائي نصف النهائي مع فريق اسمه إنكثونغ يونايتد التايلاندي هذا الفريق كان مشهور بسوريا لأنه كان عامل صدمة مفاجئة ومخرج الكرام اللي كان إله أيامه أمجاد وعملنا عنه قصة جمعة في الماضي عن قصة ريمون داداتو الشهيرة في دور أبطال آسيا المباراة الأولى في مدينة نوتابوري التايلاندية بفوز الفريق التايلاندي بهدف مقابل لا شيء وبيحتاج الاتحاد لتدخل حرسه خالد حاج عثمان أكثر من مرة عشان يظل في المباراة بهدف مقابل لا شيء الاتحاد دافع تسعين دقيقة كانت التبرير بعد ذلك إنه الأجواء والظروف البناخية مش معتادين عليها لقاء الإياب معقد فاليريو تيتا محروم من هذا اللقاء أيضا غياب المحترف الكاميروني جود عن ذلك اللقاء لكن رئيس الاتحاد وقتها محمد عافش خرج بتصريح شهير قال الجماهير هي من ستقودنا للمباراة النهائية وهذا اللي حصل دعم جماهيري غريب جماهير كانت وقتها بالدور السوري العلم أنا أذكرها جيدا الجماهير كانت تتعبي ملاعب في الأوقات الصعبة وبيدعم جماهير من حلب وجماهير من كل أرجاء سوريا بتيجي تدعم الاتحاد في ذلك اللقاء يفوز الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء وبيصعد للمباراة النهائية المباراة بتفرض عليه مواجهة جديدة مع القدسيين لكويته اللي فشل بإنه يفوز عليه بالذهاب والإياب في الدور الأول واللي خسر منه 3-0 واللي كان جاي بعد نصف نهائي في ريمونتادة مهمة جدا كان خسران مع الرفاع البحريني 2-0 بالذهاب لكن القدسية عوض بالإياب وفاز بربعية وحتى تزيد الأمور صعوبة على الاتحاد كان مطلوب منه يلعب النهائي في الكويت في ملعب جابر الدولي وأيضا أمام 60 ألف متفرج هذا الشي خلى الناس لما تشوف تشكيلة القدسية مقابل تشكيلة الاتحاد اللي كان معظمها شباب ويشوفوا يلعب بملعب ويشوفوا النتائج السابقة بينهم قال لك اللقب للقدسية مبروك عليهم لكن ربما كان فيه نقطتين مهمين ساعدوا الاتحاد في ذلك النهائي النقطة الأولى الاتحاد تعود على زيارة الكويت واللعب لعب مع أكثر من فريق خلال البطولة بمن فيهم القدسية لعب مع ثلاث فرق كويتية في طريقه للنهائي شيء ثاني القدسية نفسه كان عليه ضغط كبير جماهيره بدهم اللقب بأي ثمن لأنه فريق الكويت الكويتي كان جاي باللقب بألفين وتسعة بقود القدسية المدرب الأسطوري محمد إبراهيم واللي كان دائما يردد أنه قادر يفوز بهذا اللقب والمدرب اللي أكيد ما حدا بيذنساه في الكويت لكن الاتحاد كان عنده نقطة قوة من أول البطول إلى آخرها وهي كانت الأمل الوحيد إلو في تلك المواجهة خط دفاعه قوي جدا واللعب ضده صعب جدا بل ممل جدا بتعرفش تشوت عليهم في بعض المواقف مدير نادي الاتحاد وقتها اسمه مالك سعودي طلع وقال الظروف كلها لنادي القادسية ثم خرج تيتا بتصريح شهير مدرب روماني قال هذه مباراة غير متكافئة ثم أضاف إنه إحنا منلعب بأرض فريق عنده جمهوره وفريق أجهز منا أساسا وهذه مشكلة كبرى لكنه وعد بشيء آخر قال مش هتلقوا نفس الفريق اللي كسر 3-0 بالدور الأول وقتها القادسية كان عنده بدر المطوع واحد من أفضل المواهب اللي مرت على الخليج في تلك الفترة أيضا كان عنده جهاد الحسين وفراس القطير ونجمية شهيرة للاثنين سوريين في الدور الكويتي بعد ذلك راحوا على الدور السعودي زي ما بنعرف محمد إبراهيم حس إنه هذه التصريحات اللي بتيجي من سوريا إنه المباراة القادسية إنها هي لعبة نفسية ضد فريقه فخرج وقال قال لا لا الاتحاد تطور صح كله شباب لكنه فريقه تطور باستمرار خلال البطونة وهذا خطير بدأت المباراة دفاع مطلق من الاتحاد مقابل هجوم للقادسية في الدقيقة 29 حمد لعنزي بسجل الهدف الأول اتوقعنا بعد الهدف الاتحاد يهجم لا خليك ماسك نقطة قوتك واستنى لحظة حفوث خصمك هذه هي الفلسفة الرومانية بشكل عام لمدربين رومانيا اللي كانوا ييجوا عنا على المنطقة في الدقيقة 52 اسم ما بينسى أي مشجع سوري طه دياب بسجل هدف اتحاد بعد هالمباراة توترت انطرد لاعب من القادسية ولاعب من الاتحاد طرد القادسية كان بالدقيقة 76 طرد الاتحاد كان بالدقيقة 90 طرل العامر من القادسية بغادر الملعب ومحمد الحسن أيضا بغادر الملعب بعد تدخل خشي مباشر على مساعد ندا مشهت الأشواط الإضافية بهدوء ووصلنا الركلات الترجيح أول اللاعبين اللي بيسددوا أول اثنين هون وأول اثنين هون بيسجلوا ثم دخل فراس الخطيب ليسجل لاعب سوري بيسدد على فريق سوري ووقتها كل القلوب السوري يتمنى أن يهدر ابن بلدهم الكرة من أجل فريق بلدهم ونادي بلدهم وفعلا فراس الخطيب يهدر في لقطة ممكن ما ينساها فراسة اليوم بعدها أيضا فهد الأنصاري من القادسية بيهدر وخالد حاج عثمان يصبح بطل في تلك اللحظة لأنه يتوج فريقه باللقب لكن استنوا شوي في معلومة مهمة آخر ركلة حاس من الاتحاد في تلك المباراة سددها اللاعب اللي عمره 18 سنة رضوان قلعجي محمد عفش بعد اللقاء بصر الحبيب لقد لعبنا أمام خمسين ألف علم أصفر أمامنا كان الجمهور كله ضدنا لكن كان فيه رقب بوحده عند كل اللاعبين أن نرسم الابتسامة على جمهور الاتحاد في حلب أما تيتا فخرج بتصريح قوله انتصر الشباب على الخبرة محمد إبراهيم المدرب المميز طلع وقال خسرنا اليوم لكن أعدكم أنه السنة الجاي أفوز باللقب للقادسية من سوء حظه أنه ما قدر يعمل ذلك لعب النهائي هو نفسه في 2013 وأيضا خسر أمام فريق الكويتي الكويتي بهدفين مقابل لا شيء لكن في 2014 مع مدرب اسمه أنتونيو بوتشي كان دائما مساعد مدرب طوال حياته وكانت أول فرصة تدريبية له مع القادسية فاز القادسية بكأس الاتحاد الأسيوني قصة تيتا مع الاتحاد ما استمرت كثير بلشت تطلع أخبار بعد ذلك شوية سلبية شوية مشاكل فيه خلافات حيروح على فريق الشرطة لكن فعليا مش هذا اللي حصل تيتا راح درب المنتخب السوري وشارك معهم في كأس آسيا 2011 زي ما منعرف جميعا ثم راح على فريق الشرطة ثم أخذ جولة كبيرة مر فيها بالإمارات بالعراق بالأردن باللبنان والآن عاد ليدرب منتخب سوريا علاقة تيتا مع سوريا علاقة خاصة ودائمة هي قصة بطولة ممكن كثير ناس بيشوفوها عاديا لكن بالنسبة لجماهير الاتحاد هي أعظم لحظاتهم بيذكروا أنهم كانوا يزحفوا للملعب في كل مباراة بيستضيفوا فيها أحد الخصوم وهي بالنسبة لجماهير سوريا مناسبة خاصة جدا بيتذكروا فيها أيام ممتازة بتمنوا تعود وراح تعود إن شاء الله وهي قصة آخر لقب قاري لنادي سوري في كونت القدم عشان هي قصة الاتحاد حلب كانت تستاهلتكم معنا بقصة الجمعة اليوم تركوا لايك وحكوا لي شو بتكم قصص وكنت معكم أنا محمد عواد موجود في فيسبوك تويتا وإنستغرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة